ما تزال معاناة طالبات محد الفنور الجميلة للبنات الدراسة المسائية مستمرة بدون تقديم أي علاج لما يشكوه من نقص كبير لأساتذة الاختصاص ولأقسام عديدة خصوصا بعد قرار وزارة التربية الأخير بإبعاد المدرسين عن المحد والاكتفاء بالكادر التدريسي النسوي قسم الخطوة الزغرفة ما بمدرسات لأن شاء له الأساتذة الاختصاص قسم السمعية والمرئية هم تأثروا نفس الشيء بدأت السنة الحدثة مواد الاختصاص مالتنا مدارسيها اللي هي العملي يعني عندنا مادتين تلاثة احنا مدارسيهم عملي وما نعرف شنو رح ندرس بيهم وهي جاتنا نص السنة لإجابهم مدرسات يعني ما دين يعرفون يتعاملون ويانا كطالبات كبار لستعاملوا ويانا كطالبات ابتدائية وطالبات متوسطة طالبة من محد الفنور الجميلة تحدثوا للحرة أيضا عن استدعائهم لإجراء تحقيقهم بشأن خروجهم بتظاهرة مطالبة بإجراء إصلاحات داخل المحهد والعدول عن قرار فصل الجنسين سواء على مستوى الطلبة أو الأساتذة هذا القرار الذي جاء من ابن رأس النظام المقبور عدي صدنام حسين وبضغط من عدي على فهد الشقرة وزير التربية السابق تم فصل المعهدين لذلك طالبنا في مظاهرة ضغوط حصلت على الطلبة بسبب تظاهرهم ونحن مارسنا حق دستوري نحن نعتقد أن المعهد سيزدهر أكثر فأكثر من خلال توحيد الكادر لأن كادرنا التدريسي سيكون كادر واحد الخبرات والطاقات الموجودة بدل ما تقسب على جزئين ستكون لمعهد واحد وبهذا سنقدر أن نوصل المعهد إلى أماكن مهمة إدارة محهد الفنور الجميلة بيانت من جهتها إن ما حدث داخل المحهد لم يكن مجلس تحقيق وإنما استدعاء للطلبة والاستفهام منهم حول طبيعة مطالباتهم وتحقيق ما يمكن منها قرار أنه يأنثون معهد الفنون الجميلة المسائل للبنات فقط أي أن معهدنا ومعهد الصباحي ومعهد البنات الصباحي ومعهد الفنون بالعراق جميعها لم يمس كادرها أي شيء في حين أشارت وزارة التربية بأنها غير معنية بمحاسبة الطالب المشارك في التظاهرة وإدارة المحهد لم تفصل بحسب علمها أي طالب أو تقوم بإحالته إلى التحقيق وللطالب الحق بتقديم الشكوى إذا كان هناك أي إجراء تعس فيه اندحقه لم يصلني بشكل مباشر أي قرار بفصل طالب أو حالته إلى التحقيق بهذا الخصوص بالنسبة للمظاهرات هي حق مشروع للطالبة اللي نعتبره هاي الفترة هي فترة إصلاحاته من حق المواطن أن يخربش بمظاهرات ومن الجدير بالذكر إن التظاهر التي شهيدها محد الفنون الجميلة وشارك فيها عدد من الطلب قد طالبت بتحسين المنهج الدراسي وإلغاء قرار فصل الذكور عن الإناثة كونه ليست المشكلة الرئيسة التي يعاني منها البلد موفق مجيد الحرة بغداد